بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أمور يباح للصائمين فعلها وهذه الأمور منها ما يشكل على الناس فبعض الناس يظن أنها تفطر في نهار رمضان وهذه المباحات كثيرة وكثيرة منها بلع الريق في نهار رمضان ومنها الأكل والشرب ناسيا ومنها غبار الطريق مثلا ومنها الزيوت والكريمات الخاصة بالبشرة أو بالشعر ومنها المراهم والدهانات ومنها مرطب الشفاه ومنها استعمال القحل للعين ومنها التحاميل أو ما يعرف طبيا باللبوس ومنها استعمال العطور ومنها قلع الأسنان والضروس ومنها تسطرة الأوعية الدموية ومنها كذلك تحليل الدم أو الحجامة ومنها بلع النخامة ومنها الغسيل الكلوي ومنها خروج الدم من الأنف ومنها أيضا السنار المهبلي ومنها استعمال القطرة في العين أو في الأذن أو في الأنف ومنها استعمال السواك ومنها استعمال معجون وفرشة الأسنان ومنها محلول العدسات اللاصقة مثلا ومنها إبر الأنسولين ومنها استعمال الأقراص العلاجية المستعملة تحت اللسان ومنها استعمال المنظار في الجسد ومنها تذوق الطعام باللسان دون بلعه وأشياء أخرى كثيرة يظن الناس أنها تفتر وهي لا تفتر ولا تفسد الصيام نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والله أعلم